على إثر المستجدات الأخيرة التي عرفتها كلية الطب والصيدل وطب الأسنان فإن الحكومة تنهي إلى علم الرأي العام الوطني على أنها أولا تؤكد الحكومة على التزامها باحترام مبدأ تكافئ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز ثانيا تتابع الحكومة بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدل وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في الملف المطلبي ثالثا واكبت الحكومة كل مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية رابعا اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019 وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهيكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان كما حرصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف خامثا تؤكد الحكومة على أن هذه الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة للشياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019 وذلك وفق البرمجة المعلنية عنها سادسا تؤكد الحكومة تجدد الحكومة تأكيدها على التطبيق الكامل للمقتضايا القانونية والمصطرية الجارية بها العمل في مثل هذه الوضعية بما في ذلك إعادة سنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين الثوفوا سنوات التكرار المسموح بها بمعنى أنها لن تكون هناك سنة بيضاء والحكومة التي تقدم هذه التوضيحات فإنها تؤكد أن جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والإحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانة